السلام عليكم يا أحلى متتبعات اليوم إن شاء الله بإذن الله نحضره مع بعدينا واحد القراثان بالخضرات الصحي الناس اللي ما كيأكلوش الخضرات بزف هنا يستغلوها كما كتشوفو في المكوينات هنقولو بسم الله هنا يعدنا مجموعة ديال الخضر متنوعة ومتشكلة كما كتشوفوه في الصورة مزيان أول حاجة إن شاء الله بإذن الله أنشدوها اللي هي واحد الكمية ديال سباكيتي كلوحتي ديال كمية اللي بغا أنا درت كيلو ديال سباكيتي نص سكس ديال الزيزة عندي جوج مطاشاش محكوكين جوج معلقات الصغر ديال مطاشت الحك ورقات سيدنا موسا واحد الحك ديال الطون البسلامشلدة فلفلة قصبر خيزو محكوك الكرعة محكوكة وعندي كذلك هنا لبزارت حميرة تومة سودانية سكنجبير الخرقوم والملح كل حاجة منها معلقة صغيرة السودانية اختيارية نديرو فيها الكمية اللي بغينا أنشدو واحد الكاسرونة يكون فيها واحد الماء اللي هو مغلي مزيان أنشدوها ونضيفو فيها ديال كمية سباكيتي أنا سباكيتي كنقسمها على جوج أنحط فيها ديال كمية سباكيتي كاملة وفي هاد الأدناء هادي أنزيد لها واحد المعلقة ديال الزيت رومية كل واحد كيدير الزيت اللي يبغى أنا ندرت غير الزيت رومية وكذلك نزيد لها واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة ونخليها تطيب لنا على خاطرها ومرة مرة نحركوها باش هاكا ما تستسقش لنا مع بعدياتها أنشدو واحد المقيلة نديرو فيها واحد المعلقة كبيرة ديال الزيت رومية وأنشدو هادك البصيلة اللي يمش للضين وهادك الفليفلة وهادك القزبر نضيفوهم في هادوك الكاسرونة في ذيك المقيلة يطيبو لنا هنبقاوا نحركو فيهم نحركو فيهم حتى نزلي لنا هادك البصيلة وهادك الفلفلة وتولي لنا مرتاخية مزيان نخليوها فهد الأدناء هادك يما كتشوفو هادك سباكيتي ديالنا راه كتغلي هنشدو هادوك مبعد ما هنزلتين واحد شوي هادك البصيلة والفلفلة هنضيفو لها هادك القرعة الخضرة وكذلك خيصو هنضيفوهم اليوم اللي احنا حكيناهم في الحكاكة الغلايضة ونبقاوا نحركوهم نحركوهم ونخليوهم حتى يطيحو لنا مزيان ويتلقو لنا ديك الما ديال هم كيما كتشوفو في الصورة ديك الماء ديال الخضراء واز أنا ما ضفت لحت شي كمية ديال الماء من غير هادك المرض ديال الخضراء واتطلق لنا فهد الأثناء هادي ما نحبسوش من التحراك باش هكت تنشف لينا هذوك الخضراء واتم زيان حنا ما غيرتنش بهذاك الماء هنشدو هادك الوريقات سيدنا موسى هي مجرد اللي تنسيه منو كلينا نستغنوا عليها وكذلك انشدو ديك جوج مطايشات جوج معلقات ديال المطايشة ديال الحك نضيفوهم لهادك الكمية ديال الخضراء وات اللي سوطينا وان في كل مرة كنضيفو شي حاجة كنحركوها باش تندمج لنا مع الخالط مزيان نمقوا نحركو فيها مزيان هنا بنسبة الناس اللي ما بغوش الخضراء واس ما يستعملوهم شي ديروا غير مطايشة ولكن انا كنفضل الخضراء وسكعت لواحد المطاق رائع كما كتشوفو هنا يبقي مدر تشكاع ديك العطرية غير الخضراء بيناسة خلي سخطة طاحت اليم زيان كما كتشوفو في الصورة هو كنشدو هادوك التوابل اللي عندنا كاملين اللي اذكرت لكم في الاول كنضيفوهم على الخالط ديالنا كما كتشوفو في الصورة وفي هاد الاثناء هدي نحركوهم مزيان باش هكا يندمجو لنا مزيان الخالط ونخليو حتى ينشف لنا واحد شويا نقوا نحركو فيه مزيان مزيان حتى ينشف لنا من هادوك الماء اللي فيه ونشدو هادوك سباكيتي اللي عندنا نصفوها من بعد ما طابط كما كتشوفو في الصورة ما ملتغسقاش حبه على اختها وكذلك الخالط ديالنا نشف لنا هانتوما ما فيه حتى شي كمية الماء هنحيدو ذيك الورقة ديال سيدنا موسى هنا ممكن اننا نديرو الآزير انا ما درتوش هنشدو هادوك سباكيتي ديالنا كما كتشوفو هنديروه في واحد المول ونكبو عليها هادوك الكمية ديال ديال الخضروات اللي درنا وفي هاد الاثناء هادي انخلطوها كاملة مزيان حتى تولي لنا بهات الشكل هادا كما كتشوفو عندنا هنا يفصورة ندمجت لنا الخضروات وكذلك ندمجت لنا سباكيتي مع بدياتها هنشدو ذيك الحكة ديال طون ديال زيت هنضيفو في ذيك الكمية ديال زيت ديال طون مهار ميوش هنضيفو في سباكيتي حيث احنا ما تسعمنا زيت بزاف وباش هكي يعطينا حتى النكها ديالو كما كتشوفو ارا ما درتش بزاف ديال طون غير حك واحد راه كافي وزدت هنا يا شوية ديال السعطر هادو اعشاب مناسبة كل واحد الاختيار ديالو يزيد الاعشاب اللي كيبغي باختيار ديالو انا زيت بواحد شوية ديال الزعتر بقيت كان الزعتر اللي سخنتو من قبل باش هكا يتركز لنا المضاق ديالو درت تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال الزعتر حيث انا من المحبين ديال الزعتر والزعتر صحي بالنسبة الليبات وهنايا نديرو واحد لاصوس بشامل كما كتشوفو عندي هنا يا نصف لتر ديال الحليب عندي هنا واحد الكمية صغيرة ديال فرماج اختياري ممكن استغنوا عليها عندي معلقة زبدة جوج معلقة ديال الطحين معلقة صغيرة الملحة والكوزة عنشدو واحد الكاثرول نديروها فوق البوطة نحطو في هديك المعلقة كبيرة ديال الزبدة هديرا معلقة مثال مزيان ديال الزبدة كذلك نخلي واحد تدو بلينا مزيان وفادل اثناء انضيفو لها ديك جوج معلقة ديال الطقيق مني ننضيفو لها ديك المعلقة ديال الطقيق امقاو نحركوه ممكن اننا نستعملو الزبدة حيوانية كما اننا ممكن استعملو الزبدة نباتية هنا بديت كنضيفو واحد شوية الحليب باش هكا ما تكورش لي الخالط باش كنضيف الحليب شوية بشوية حتى ولا عندي الخالط اللي هو سائل جدا كيما كتشوفو في الصورة ونبقا نخلط فيه مزيان مزيان وما نحبش على تخلط دياله باش هكا ما يتلتزق شليا الدقيق حيس كيما كتعرفو ان الدقيق كي دير بحلى شكل ديال الناشا كيختل لنا الخالط كنضيفو واحد شوية ديال الملحة كيما كتشوفو في الصورة وكذلك كنت نحكو ديك القوزة واحد شوية منها ماشي كاملة وكنبقو مع الخالط كنحركو فيه ما كنحبسوش من التحرك حتى تيولي عندنا الخالط ديالنا هكا عاقد وكيدل لنا هاد الفقاعة كيما كتشوفو في الجنب في هاد الاثناء كنضيفو لي الكيمية ديال الفرماج اختيارية ممكن انا ما نضيفوش كا انا درت هنا يعن قدر نقولو غير واحد خمسين كرام ديال الفرماج احمر هنا شديد بغيت ما بغيتش ندير في قراطا في المول ديال القراطا قلت اندير في هاد القديرة هادي كيما كتشوفو درت شوية ديال 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 الصوس بشامل اللي صايفت قدرتو كطبقة الاولى وفي هاد الاثناء هادي اندير ديال كيمية ديال سباكيتي ماشي كاملة غير كيمية شوية معقولة كيمية معقولة ديال سباكيتي كيما كتشوفو في الصورة خليكم معايا هانتوما راه الصورة كتبي لكم كل شي شو ديال الخضرة مقاش كتبه لنا ولا تزوينا ومنسجم لنا مع الخالط رائعة وفي هاد الاثناء هادي انزيد واحد الكمية شوية عو تاني ديال اللاصوس بشامل كيما كتشوفو في الصورة باش هاكا يجينا كل شي فيه لاصوس ماشي غير الطبقة التحتانية اندوزها مزيان باش الوجهات اللي فيها لاصوس بشامل وفي هاد الاثناء هادي كذلك كما كتشوفو هاد تعليكة هادي هادي تعليكة الفرماج تبقى لنا بحالكا حيث انا استعمل الفرماج احمر كيخلي واحد تعليكة رائعة كما كتشوفو تجي جبدة وزمينة وكيعطي واحد المادة قراءة ولكن الناس اللي ما كيتوفروش علي ممكن ما يديروش يديرو غير فرماج عادي اللي كان ندهنو بها الخبز ديالنا وفي هاد الاثناء هادي انزيد واحد الكمية ديال الفرماج ديال الموزاريلا غير باش يعتيني واحد تعليك اكتر واحد الكمية قليلة كما اشتو مكترتش ونزيدو طبقة التانية ديال سباكيتي ديالنا بها الطريقة هادي انملؤ بيها القدرة ديالنا حتى البلافون وهنايا ان شاء الله بإذن الله انزيدو هاديك الكمية ديال اللاصس باش عمل اللي بقات لنا باش نغطو بيها الواجهة كما كتشوف وراء ولت لنا خاترة حتى بردات نغطو بيها الواجهة كاملة ديال 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 القراطان ديالنا بها الطريقة هادي نغطيوها لنغطو جميع النواحي ديالها وفي هاد الادناء نديرو واحد الكمية معقولة ديال الفرماج عاو تاني دموت زاريلا وكذلك نديرو شوية ديال الزعتر كل واحد ديال اعشاب منسي ما اللي بغى انا درت سهناية شوية ديال الزعتر درت حشوية ديال حبوب ديال الشي ممكن انه كل واحد يدير ذاك شي اللي متوفر ليه كما كتشوفو الحبوب ديال شي يجيو زوانين وهو ما صحيين بزاف وفي هاد الادناء كنكون الفرن ديالنا كيسخن كنخليو الفرن ديالنا كيسخن مزيان كيمكن تشوفو القدرة ديالنا جافيها القراطان زوين بتلو شوية على المؤسد انه نديرو طاوة ديال القراطان عادية وانشدو القراطان ديالنا اندخلو الفرن اللي يكون سخون من قبل من الفوق ومنلزح حت مدة ديال خمسة ديال دقايق في الفرن ديال قاز وفرن ديال اه اه اده كنديرو مدة ديال سبعة ديال دقايق وكنخليو حتا تتحمل لين الواجهة ديالو وكيمكن تشوفو وتيجينا القراطان ديالنا غزال ورائع وبنين بساف وصحي ومسا تحش بديك الخضروات بالنسبة الناس اللي ما كتعجبو مش الخضراء بساف را ما كتبان جيقع وكيجي بنين بسحتكم